الأهل بهذا الشكل لا بمنتهى القوة بيقنع كل الناس بفارق يصل للنقطة 57 عشان يبقى فارق بينه وبين الإسماعيل الوصيف 12 نقطة كاملة داستة كاملة وصلها الأهل من فارق النقاط بس كمان هذا اللاعب المغرب الشائي وليد أزارو وصل هو راخر لدستة أهداف يزاحم بها أو يصل بها مع جون أنطوي للمنافسة على هداف المسابقة فانتوا شايفين أنه فرص الإقناع والإمتاع كتيرة جدا لدى لعب النادي الأهل كابتن حسام البدري يقود المسألة زي ما قلناها لكم من كام حلقة بخبرة عالية جدا وبتأني شديد عشان كده أنا استغربت جدا أن البعض بيتكلم من الزمل الفترة اللي فاتت الأهل مع أي حد بيكسب دوري دا كلام يعني الحياة بيقلل كتير جدا آه الأهل خد بطولات مع كل المدربين بس ما هم دول مدربين لكن من الظلم أن أنا مدرب يصل بشكل فني إلى هذا المستوى المتطور جدا يدير عناصر لعيبة بكل هذه الحكمة وهذا الوضوح وهذه العدالة وهذه الصرامة وهذا التناسق الفني والتكتيكي ويطور اللعب ويدى عناصر جديدة وبعد كده يتقال ما هو الأهل بيكسب بأي مدرب ولو ما عرفش مين طيب ما هو لما الأهل بيكسب بأي مدرب ليه بتقصوا على الأهل أنتوا دايما لو حتى ماتش ما قداش بشكل كويس يعني أنا عايز بس إيه الجون الثالث اللي بتعادل قدامنا دا أحساسي آه الكرة الثالث أهو التاني اللي انت بتكلم عن التالت آه ارجع لي على التالت هو التالت جون ملعبين آه جون الثالث دا لا نحن عايز جون الثاني جون الثاني يا شواري آهو مين اللي شط الكرة فرستاين في الأول وهي جاية متصلحة أعتقد السلية ولا مين اللي شطها الأول السلية السلية شط لا بص تاني شوف حيعمل إيه السلية شطت رجعتها وكمل رح مكمل إصرار بالهد بالهد حوار بالرأس حوار ما نزلتش الكرة على القرق كرة طائرة بساعة ملعبها آه المدافع أو خبطت في المدافع آه يقولك فوليبول مقاوليون فوليبول ما نزلتش على ده معنى إيه إن الكسافة وطريقة الارتكاز بتاعت لعب النادي الألف الثاني فيه نهم إنك تجيب جون وفيه إصرار ورغبة شديدة جدا تعكس الحالة البدنية والحالة المزاجية رغم الإرهاق الشديد الذي حذر منه حتى وكابتن حسام يفوز ثلاثة على الاتعاد ثم ثلاثة على المقاولين ها قال لهم ما تبتكرش إن أنا يعني ما معناه يعني إن أنا سعيد وحاول أكلمكم بقول لكم ما يحدث شديد الخطورة على الكرة المصرية لا يمكن تتالي مبراد بهذا الأمر وهو يعالج الأمر على أعلى ما يكون العلاج صحيح الكابتن حسام البدري بيستحق لدى كل النقاد والخبراء والمحللين اللي فاهمينه اللي امتابعين إنه هو راخر بلقب أفضل مدرب في مصر وغير بعيدة طريقة اللعب والاختراق وأجاييب يلعب إزاي والسعيد بيروفين تناغم حفظين بعض يعني نعيب له كورة واختراق وقاله بس حطال في مساحة أنا هكون موجود فيها ما هوش عشوائي جندة حاجة جميلة يعني بسم الله مشاء الله رب يكمل